زيكو بنات عاملين انا ورده نعمل بسكوت العشر دقايق هو عشر دقايق فعلا بالزر خفيفة كده تكليه جنب الشاي جنب قهوة جنب نس كافيه بعدها عارل نقولي المأدير مأديرها سهلة قوي 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 وموجودة عندك وفي تلكتك وفي مطبخك اول حاجة هستخدمها هي بيضاء انا كل اللي محتاجة بيضاء هتعملي مقدارين يعني هتعملي اكتر هتحتاجي بطين اه هتحتاجي كوباية سكر كوباية زيت انا دلوقتي بعمل نص مقدار مقدار ستغير اه بيضاء بنص كوباية سكر بنص كوباية زيت بكيس فانيليا طبعا احنا عارفين ان كل بيضاء بنحط لها كيس فانيليا عشان راحة الزفورة بتاعت البيض وكده انا هحط بنفس الكوباية اللي انا حطيت بيها السكر المعيار اللي انا عيرتي بالسكر هعير بالزيت نمشي خطواتنا كده مظبوطة ونشتغل بنفس المج اللي احنا بنشتغل بها او بنفس المعيار علشان مأدير البسكوت بتبص مننا ودي كيس الفانيليا هون هحطه بس هقلب بقى المكونات دي تقليبة كويسة قوي يعني مش اقلب من حوالي اربع دقايق بتقلبوا فيها علشان كل المكونات دي تخش في بعضها بصوا بفضل اقلب في كويس قوي عشان المقادير ما تبص مني شب هننزلوكو الكاميرا شوية عشان تشوفوا بس بني اديها بقى تقليبة كويسة كده يمين وشمال بصوا زي ما انتم شايفين كده تفضلوا تقلبوا ما عندي كيش المضرب السلك ده المضرب الكهرباء اللي هو بتاع البيت دوت ما فيش المضرب ممكن الخلاط ممكن كبة يعني المتاح عندك اشتغل بيه ما توقفيش نفسك عند اي حاجة المهم ان احنا نعمل بسكوت ماشي في الحبسة اللي احنا عاديين فيها دي وراب كده يا ربي عاديها على خير يا رب انا دلوقتي هجيب المعيار بتاع الدقيق هاخد كوباية ونص دقيق يبقى المقادير اللي معي معي بيضة نص كوباية سكر نص كوباية زيت كيز فانيليا كوباية ونص دقيق معلقة صغيرة بيكن بودر ادي كوباية ونص دقيق تمام كده مقاديرنا سهلة هي وبسيطة وهنعمل بيها احلى بسكوت في الدنيا وهنعمل كبان جزء منه بالشوكولاتة فهنحتاج معلقة كاكاو بعد ما نخلط العجينة دي كلها وببعضها هناخد نص العجينة ونحط عليها معلقة كاكاو لو حاستينا ان العجينة يبقى معانا شوية هزود لها من معلقة المعلقتين لبن اللي هو اعجينهم بيها تاني بس عشان العجينة تلين معي تبقى لينا بس احنا ان شاء الله مش هنحتاج المعلقة ديت لان عجينتنا مزبوطة ومقديرها مزبوطة بس انا هبقلب هوا المكونات كلها في بعضها بطريقة سهلة خالص ايه والموضوع فعلا يعني مش هياخد من ايدك بالزبط حوالي ربع ساعة بالزبط وانت بتعملي العجينة بتسوياته بكله وهتبقى عملتي حاجة حلوة لطيفة تشربها جنب كوباية شاي كده جنب كوباية نس كافية هتدي ولادك حاجة نظيفة ومن ايدكي بصو انا عجمت العجينة بصو لامات ازاي بكل سهولة عشان المقدير مزبوطة بتعمشو الخطوات مزبوطة انا هجيب طبق اقسم في العجينة احط عليه معلقة الكاكاو اللي انا قلتلكو عليها واقلبها عشان يبقى عندي جزء بالشوكولاتة وجزء ايرون وابيض مش حابين عايزينه كله ابيض تمام عايزينه كله بالشوكولاتة يبقى العجينة كلها اه تضيف لها حوالي معلقتين كاكاو وهعمل معكو دلوقتي افتكاسة يعني الجايبة العجيء اللي هي المكنة بتاعت البتيفور ديت وقلت اجربها بقى يعني اه اتشامل الكده واجربها واعمل بها الباسكوت الايه هتطلح باسكوت حلو بس فعلا كل حاجة ولها حاجتها دي بتيفور انا اعمل بها باسكوت ازاي ايه بس في وشوش فيها للباسكوت يعني ركبت الوش حط العجينة بقى بصيت تلاتة وغنونا قوي دي بقى بصيت مني يعني بصيت قوي دي لا زايت بقى يعني انا ما حرمتش من الاولة قلت اجرب التانية ما حرمتش من التانية قلت اجرب التالتة في الاخر زايت وراح تمطلع منها العجينة لانا هعملها الكور زي ما بصيت انا بحب اجرب يعني بحب اعمل اعمل وعد اجرب كده 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 حاجة كده وفي الاخر بردك مع مشا للحاجة الاولانية اللي انا عارفها استلمهم ان انا بقى اجرب انا بس بكوروها لشكل يكور خالص وبعد كده نعمله الشكل اللي انا قلتلكو عليه شوفتوا بقى من كوبية ونص دقيقة هتطلعوا والطبق بسكوت هورهولكو دلوقتي اه ونضيف ومن ايديكو وهيعود معاكو يكفيكو مسلا يومين ثلاثة لو في اطفال معاكو هيكلوا منو وانتو تشربوا بالشاي وهتبقى اعملتي حاجة نضيفة ومضمونة ادي الجزء التاني ولا انا عملته بالشوكولاتة عايزين يا جماعة زي ما قلتلكو تعملو بالشوكولاتة فانتو هتضيفو على عجينة معلقتين كاكاو نشوي بمعلقة واحدة بمعلقتين انا خلصت هو انا جبت بقى المضرب بتاع المضرب اللي هو بتاع البيت الكهرباء دوت الشكل اللي هو البلاستيك دوت قلت بقى اعمل بيه شكل كده من في العجينة تبقى شبه حبة البون بصوا شكلها اعمل ازاي ما عندي كيش ديت يعني بمعلقة بشوكة المهم ان انت هتعملي شكل حلو خلة ومعودي غرازي في الباسكوتة كده هتعمليها شكلها حلو قوي ازاي قلت اعمل الشكل ده شكل ده حلو يعني شكلها لطيف ازاي الله علي وانا مبدعة الله بصوا شبه حبة البون ولا لأ نعجب لكم بقى المعلقة اعمل لكم التلات وحديات دول بالمعلقة بصوا بدار المعلقة الجيش قال لنا اتصرفوا شكلوا انا هدخلوا الفرن بعد الفرن على درجة حرارة زي ما قلت لكم 160 من ربع ساعة يعني من 10 دقايق لربع ساعة بصوا الباسكوتة طلعها حلوة ازاي طرية من جوم قرمشها من برا ما فيهاش اي حاجة خالص ممكن تدايقكو في طعمها او ان هي تبقى ناشفة على بقوكو لأ خالص انا سبته لما يعني خلص استوى سبته يخرج من الفرن يهدى شوية بصوا فاديت ورقة الزبدة بقى ان هي بتشرب اي زيوت في باسكوت او معجنات بتعمليها فهي بتشرب كل الزيوت اللي هزلة ديت وقادي الباسكوت معينا هو عملنا احلى طبق باسكوت في الدنيا نزوقه بقى عايزة سكر اللي هو العادي اللي هو السنطرفيش دوت هرشي عادي سكر بودر اخوه تمام معيك عايزة تعملي شوكولاتة ضونة سوس شوكولاتة والتقساء فيها كده برضك تمام اجتبعيكي يلا بقى الفة هان وشافة يارب بقى يارب تجربو ان شاء الله كاركورة قاعدة معي كيف بتتعدني اه 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 ان شاء الله تعملوا لايك للفيديو واشتراقوا القناة اه اه وتدعموها وتكبروها باحبقوا باي باي